السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن يونيت 4 بالنسبة لمنهج الصف الرابع اللي ابتدائي من كتاب جيم where do you live where do you live يعني أين تعيش listen one at home at home في المنزل هنا عندي places at home places at home أماكن في المنزل ربيت أفترمي بالكوني 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 اللي هي البالكونة dining room dining room dining room غرفة الطعوم kitchen 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 مطبخ bedroom 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 غرفة النوم هنا the th بتبقى s bathroom 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 حميم living room living room living room غرفة المعيشة different houses عندي منازل مختلفة cave 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 اللي هو كهف apartment 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 شقة يبقى دي صورة apartment شقة houseboat 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 منزل منزل عائم tent 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 خيمة house house منزل بيقولك لاحظ ان عندي هنا حرف الك ينطق ك زي بال بال كوني بال كوني ك بال كوني لاحظ ان حرف الك ينطق تش كتش كتشن كتشن تش تش لاحظ هنا ان حرف الك هاتش باس روم باس روم دا كان بيج 155 حكلم عن بيج 156 اول حاجة جايب لي اكسترا فكاب lovely 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 جميل which which اي quietly quietly بهدوء روك روك صخرة روك صخرة هنا تش س close close اللي هو القماش new new جديد favorite مفضل hole hole كل inside inside بالداخل because لأن fantastic رائع room غرفة street شارع to to outside outside بالخارج عندي هنا regular verb الأفعال اللي هي المنتزمة زي عندي ان انا لما بحط للفعل يا جي تمام يا اي جي يا اي اي جي تمام كده دا بحط هالو في صيغة الماضي عندي هنا present simple look look في الباست simple looked looked حطت help يساعد helped helped زو ت اي جي عندي هنا relax relax يستريح relaxed relaxed زو ت اي جي organize ينظم organized organized نظم عندي irregular verbis الأفعال الغير منتظمة عندي اللي بتغير شكلها من present في الباست بيتغير تماما دو يفعل او يؤدي جد دو جد دو جد عندي هنا كان يستطيع كد كان كد كان كد يستطيع استطاع عندي هنا expressions and phrases live in live in يعيش في live on water live on water يعيش على المياه live with يعني يعيش مع move to ينتقل الى made of مصنوع من تمام كده عندي هنا unscrramble and write عايزك ترتب تعيد ترتيب وتكتب عندي جايبلي حروف من لغبطة دي صورة bedroom تمام هنا cave دي صورة كهف عندي هنا bathroom صورة bathroom تمام هتكلم عن page 157 listen استمع ريد اقرأ and roll play وبادل الادوار هنا mom بتتكلم مع talia فmom بتقول look look at our lovely new apartment انظري الى شقة الجديدة الجميلة رد التالية قدت لها it's fantastic انها رائعة mom بتقول which which is your favorite room اي غرفة مفضلة لديك رد التالية قدت لها for me بالنسبة ليا it's my bedroom انها غرفة نومي i can relax انا استطيع ان استرخي او استريح and do my homework وبعمل الواجب بتاعي quietly بهدوء mom my favorite is living room with the balcony يعني المفضلة لدي هي غرفة المعيشة المتصلة باي بالبالكونة قلت لها i can see انا استطيع ان ارى the whole street الشارع بالكامل او باكمله talia can بتقول لها ماما ايه بقى talia can you help me ممكن تساعدين ان انظم the kitchen المطبخ قالت لها that sound is good هذا يبدو جيدا let's do it يلا نعمله تمام هيا بنا نفعل ايه ذلك بتكلم عن page 100 58 look بتكلم هنا اصلا الصفحة جايب لك different houses منازل مختلفة different houses look انظر read اقرأ and notice ولاحظ هنا الولد ده بيقول ايه بيتكلم عن الكيف الكهف my grandparents اجدادي live in a cave عايشين في ايه في كهف the rooms الغرف of their house في البيت دو في بيتهم يعني are in the rook في صخرة inside بالداخل it's never too hot or too cold يعني ايه بيقول يعيش اجدادي في كهف تقع غرف المنازل في الصخر بس في الداخل لا يكون الجو حار ولا بارد هنا البنت بتتكلم عن ايه يجب لك صورة ايه apartment شقة فهي بتقول my aunt عمتي moved to انتقلت الى او عزلت يعني to a new apartment انتقلت الى شقة جديدة with her family مع عائلتها they are very happy هم سعداء جدا because they have a big balcony لان عندهم بلكونة كبيرة الولد هنا بيتكلم عن houseboat my friend الولد ده بيتكلم عن صديقته my friend صديقاتي and her family وعائلتها leave on يعيشوا في منزل عائم leave on a houseboat يعيشوا في منزل عائم it's small انه صغير but she loves ولكن هي تحب living on water ولكن تحب العيش على الماء الولد ده بيتكلم عن الخيمة فبيقول في الصحراء صنبيب البعض الناس بيعيشوا في خيمة هذا المنزل مصنوع من القماش هنا البنت بتتكلم عن house منزل تمام I love living in a house يعني انا احب العيش في منزل because it is big because it is a big لانه كبير my grand parents اجدادي live with us بيعيشوا ايه معنا I can play انا استطيع انالعب او تسيد بالخارج with my brother مع اخي and sister واختي فهنا take true or false بيقولك ده علامة صح او غلط the rooms الغرف of cave of a cave في الكهف are in زر روك بتكون في الصخر طبعا true تمام كده هتكتب لي هنا true بعد كده number two in the desert في الصحر صام بيبوا لبعض الناس leave on a house boat يعيشوا في منزل عائم لا طبعا المنزل العام بيكون في الريفر النهر تمام او يعني بيبقى في المية يبقى هي false there is you get a big balacone موجود بلكونة كبيرة in the tent في الخيمة طبعا false تمام كده هتكلم عن page 159 بيتكلم عن language functions الوظائف اللغوية بيقولك asking about choice تاني language functions لما هنا جايب لك بيقولك which i زائد اسم للسؤال عن الاختيار which plus نون اسم الاجابة بتكون its والاسم ازاي which هنا اي ده للاختيار لما بتكارن ما بين حاجة وحاجة او لما انا عايزة اقولك انت بتفضل ايه which is your favorite room ما هي حجرتك المفضلة فانت فانت هتقول ايه for me بالنسبالي it's my bedroom انها غرفة ايه النوم الخاصة بي يعني فهي جاي بعد it's نون اسمه عندي بعد كده للتعبير عن القدرة expressing ability بتحط الفاعل يعني الضمية وممكن يجي لك تحط برضو اسم احمد منا اي وي يو زي اي حاجة من دير مهم تحط بعد يستطيع اعرف طلعمرك ان كان والنفي بتاعها كانت بيجي لك الفرب في المصدر اي كان ريلاكس انا استطيع ان استرخي فهنا الفعل جاي بدون اضافات and do my homework quietly اي كان ريلاكس انا استطيع ان استرخي and do my homework واقدر ان انا اعمل الوجب بتاعي كويت لي بهدوء فهنا بعد كان جاي الفرب في الانفين وحطيت ed ولا ing وبرضو هنا دون نفس القصة محطتش ولا ed ولا ing ولا s عندي بعد كده expressing للتعبير عن request and request اللي هو لطلب and agreement اللي هي الموافقة بتحط can we الفاعل وبعد كده الفاعل في المصدر الاجابة that sound is good that sound is good هنا number a بيقول can you help me can you help me هل تستطيع ان تساعدني organize ان انا انظم زي kitchen المطبخ فالاجابة that sound is good هذا يبدو جيدا بالنسبالي يعني مفيش مشاكل لا مانع يبدو جيدا بالنسبالي تمام فهنا كان معناها هل استطيع او هل تستطيع لو جاي في اول الايه السطر بيجي بعديها الفيرب في الانفينتف جاي بعديها الاول subject فاعل وبعدي الفيرب في الانفينتف هنا جايب لك بيقول لك compound nouns الاسماء المركبة are nouns تكون اسماء that are format مكونة by adding noun plus noun ازاي جماعة يعني انا عندي هنا path بعد روم تمام كده بقت ده اسم وده bathroom عندي هنا house منزل ده اسم و boat قارب فلو حطته مع البعض عملت اسم ومركب اللي هو منزل عائم how spot bid اللي هو السرير و room حجرة يبقى bid room حجرة النوم عندي بعد كده read and choose اقرأ واختار the correct answer الاجابة الصحيحة who why which is your favorite subject بيقول لك مادتك المفضلة فانت اخترت it's english انها الانجليزية بقى السؤال كان which i can طبعا انا قلت لك كان وكان بيجي الفرب في المصدر في the infinitive i can see انا استطيع ان ارى the whole street الشارع باكمله هنا can ولا do ولا are you help me ممكن تساعدني هل تستطيع ان تساعدني في carry ان احمل this heavy box ان احمل الصندوق التقيل فانت طبعا that's that sound is good هذا يبدو جيدا يبقى السؤال كان بكين هتكلم عن page 160 اول حاجة هنا بيقول لي read اقرأ and choose اقرأ واختار the correct answer اقرأ واختار الاجابة الصحيحة i sleep in a big انا انا انام في pass room حمام ولا bedroom غرفة النوم ولا kitchen مطبخ قال it has two big beds في serrereen كبار طبعا من غير ما يكتب لي حتى الجملة دي استحالها تنام في pass room حمام ولا kitchen مطبخ يبقى الاجابة bedroom تمام كده عندي بعد كده we have نحن لدينا a big balacone ولا tent خيمة كبيرة ولا put house المفروض كتهاوس put in our new apartment في شقتنا الجديدة يبقى يكيد ايه balacone يبقى الاجابة balacone number 3 i play computer games انا العب الالعاب الفيديو games in the cave في الكهف ولا living room ولا ركف الصخرة it's very انها comfortable يعني مريح comfortable مريح there it's very comfortable there انها مريحة جدا يبقى اكيد living room هنا عندي mom cooks mama بتطبخ delicious meals واجبات لذيذة انزا عمرها ما تطبخ في bedroom اكيد في الكتشن في المطبخ number number two read and match اقرأ وصل which is your favorite room ما هي حجرة او حجرتك المفضلة اكيد for me بالنسبالي it's the living room هي حجرة المعيشة هتبقى number one it's never too cold or too hot ولا هو بارد ولا هو حار يبقى اكيد inside a cave في الكهف تمام كده some people بعض الناس leave in tentis بتعيش في خيام و other people have houses وبعض الناس او البعض الاخر عندهم ايه منازل يبقى دي three بعد كده عندي some sorry number four I can relax انا استطيع ان استرخي او استريح and do my home work واعمل واجبي in the bedroom في غرفة النوم في الbedroom غرفة النوم عندي number three look انظر and write واكتب دي طبعا kitchen kitchen مطبخ عندي بعد كده house boat المنزل العائم عندي بعد كده abort mint اللي هي شقة عندي بعد كده living sorry عندي دي بقى المفروض ايه dining room عشان فيها صفرة دي dining room تمام كده هتكلم عن page 161 test yourself اختبر نفسك on lesson 1 عندي lesson and supply زي missing letters عايزك تستمع وتكمل الحروف الايه النقصة kitchen it عندي tint nt عندي abort mint a n عندي هنا balcony c o تمام كده circle the odd words out عايزك تحط دايرة على الكلمة المختلفة living room حجرة المعيشة bed room حجرة النوم new جديد dining room اللي هي غرفة الطعام اللي هي القوضة اللي محدود فيها لصفرة يبقى new لان دي كلها اماكن في البيت يبقى new جديد help yusaid organize yunazm او يرتب move يتحرك افعال يبقى fantastic هي اللي adjectives زي صفة تتشار او يتحط عليها circle house boat منزل عائم عندي games العاب رياضية عندي قبرت منتشقة cave اللي هو الايه الكهف يبقى شيء games العائب لانها كلها different houses منازل مختلفة home منزل small صغير lovely جميل hot hard يبقى انا كلها برضو صفات هشيل home منزل عندي بعد كده بيقول لي look انظر and write عايزك تكتب paragraph for sentence من ايه اربع جمل اول حاجة بيقول لي تنت خيمة ممكن اقول له some people بعض الناس leave in تنتس بتعيش في ايه خيام some people leave in تنتس بعض الناس بتعيش في خيام اول حاجة some people بعض الناس live in تنتس بيعيشوا في خيام we have a big we have a big نحن لدينا a big balcony بالاكونا كبيرة in our new apartment في شقةنا الجديدة هحط full stop عايزك تتكلم عن الكيف الكهف ممكن اقول it's never too cold or too hot inside a cave it's never too cold or too hot inside a cave يعني يا جماعة حط في الستوب it's never it's never too cold ولا هو بارد جدا ولا or too hot ولا حار جدا inside بداخل الكهف تمام كده houseboat ممكن اقول ايه بالنسبة لل houseboat ممكن اقول my friend and here family عشان فاقول الصاتر رازم اعملها capital my friend and here family صديقتي وعائلتها مالها leave on a houseboat اعملت تمام كده بعد كده هتكلم عن listen to page 162 اول حاجة where is it اين تكون where is it prepositions of place حروف الجر الخاصة بالمكان عندي listen استمع point and say وكل هنا on 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 in 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 في او داخل under under تحت عندي هنا above above هنا فوق او اعلى فوق او اعلى next to next to next to بجوار between between بين in front of in front of امام عندي behind خلف behind behind village village كاريا عندي بعد كده زي nile نهر النيل زي biggest الاكبر تمام كده we use prepositions نحن نستخدم حروف الجر of place للمكان to say to say where something تمام عشان نقول اين يوجد شيء ما هتكلم عن page 162 تمام كده اول حاجة عندي هنا my names زين my names زين انا اسمي زين i live in a village انا عايش في قرية نكستو بجوار زا نيل بجوار ايه نهر النيل i live in a house انا عايش في منزل with my family عايش في منزل معائلتي our house our house منزلنا is not the biggest مش الاكبر in the village في القرية مش اكبر منزل في القرية it is between انه بين a yellow house منزل الاصفر and a brown house ومنزل بني there are tall there are tall trees يوجد اشجار طويلة behind the house خلف المنزل في اشجار طويلة خلف المنزل تمام كده اول حاجة بيقول take true or false ده علامة صحة او خطأ they live in a city طبعا قبل ما اكمل الجملة غلط لان هو طبعا عايش في فيلتج كاريا فبيقولك هو في سيتي مدينة نكستو زا نيل لا false طبعا تمام كده بعد كده zain's house منزل zain is between اياله house and brown house طبعا true منزلو مبين منزل اصفر وايه بني بعد كده there are youguard tall trees اشجار طويلة in front اقف امام المنزل لا هي كانت behind يبقى false تمام هتكلم عن beach one hundred sixty four عنجي هنا places اماكن around places around me اماكن من ايه حولي listen استمع boynt 10 and say وقول تمام school 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 مدرسة supermarket 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 shopping mall shopping mall shopping mall محل تجاري عنجي هنا post office post office post office اللي هو مكتب البريد office office مكتب تمام عنجي hospital hospital مستشفى عنجي definitions للتعريفات school مدرسة عبارة عن ايه a place where we learn مكان حيثو نتعلم عنجي supermarket supermarket a place where we buy food مكان حيثو نشتري الطعام عنجي بعد كده shopping mall a place where we buy closes and shoes مكان حيثو نشتري الملابس والأحزية post office a place where we send letters مكان حيثو نرسل الخطبات عنجي office مكتب a place where my mom and dad work مكان حيثو يعمل ابي وامي عنجي بعد كده hospital مستشفى a place where we go when we are sick مكان حيثو نذهب عندما نمر عندي let's say it right عايزك تنطق صح معروف ان ال-ch بتبقى t-cha بس في school هنا تبقى k-f تمام school school ف-ch هنا k office office اللي تنقف هنا تنطق fa fa office shopping هنا b-b t-n-t-c ba shop shop shopping تمام عندي هنا checkpoint on-scramble and a right عايزك تعيد ترتيب الحروف هنا hospital تمام كده hospital g school عندي باست 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 عندي g post office عندي دخل s post office باست office وكل questions لما في السؤال بيجي لي where aina where is وبيجي بعدها المكان بتحط za place فالاجابة بتبقى za place المكان is وتحط حرف الجر المناسب وبعده المكان الايه الاخر ازاي عندي هنا where is the supermarket فانا حطيت بعد where is اسم المكان where is the supermarket aina يوجد السوبر market فالاجابة za supermarket is next to اعرف next تيجي لازم بعديها to تمام فانا عندي مكان بيتحط preposition حرف الجر وبعده مكان اخر super market is next to بجوار za post office بجوار مكتب البريد where is the office اين يوجد الايه المكتب هنا za office المكتب is لازم تحط الفيرب تو بي طبعا عشان ده حاجة واحدة مفرد بتحط is in front of ده على بعضه ما ينفعش تحط لي front of لوحدها ولا in front لوحده in front of امام za bark عندي بعد كده check point look read and answer يعني عايزك تقرى تمام انظر واقرى and answer واجب where is za shopping mall اين مركز التسوق او المحل التجاري it's طالما هنا في two يبقى next تمام كده it's next to the supermarket where is the hospital اين ايه المستشفى it's طبعا هنا المستشفى امام البوست office in front off امام za post office تمام كده هتكلم عن page 166 بيتكلم عن practice عايز تمرين عن listen to جايب لي تمرين عن listen to اول حاجة read and match اقرأ وصل we live in a village نحن نعيش we live in a village we live in a village نحن نعيش في كاريا تمام next to زى نايل بجوار ايه النهر يبقى جي one number two where is your school اين المدرسة هقول له اين مدرستك it's next to زى post office انها بجوار مكتب البريد يبقى جي two بعد كده we go to زى hospital احنا بنذهب للمستشفى اكيد when we are sick لما بنكونوا مرضى number four some people بعض الناس بيعيشوا في الصحراء they live in tentest tentest بيعيشوا في خيام جي كده four هتكلم هنا عن read number two read and fill in the gaps ways were this from the list عايزك تقرأ وتملى الفراغات بكلمات من القائمة طول طويل big كبير next big war house منزل between بين i live in a house انا عايش في منزل with my family مع عائلتي the house is not very big منزلي مش كبير جدا it is طالما فيه two يبقى next انه بجوار زنايل نهر النيل it is مش عارفة ايه a white house and a red house منزل ابيض ومنزل احمر اعرف اما يقول لي and يبقى فيه between it is between it is انه بين منزل ابيض white house where يبقى حتطلق حاجتين and في النص بقابليها between there are there are tall trees اشجار طويلة behind the house خلف المنزل تمام كده هتكلم بعد كده عن number three read and rearrange اقرأ وقعد ترتيب to make correct sentences الجمل الصحيح اول حاجة where عدات الاستفاهم يجيلي بعديها هنا verb to be where is her the post office تمام كده where is the post office ايه مكتب البريد بعد كده عنجي هنا there there يوجد بعدها لازم يعيز there are there are يوجد اسم there are tall trees يوجد اشجار طويله لازم يعيجي بعدها يبقى تاني there are tall trees يوجد اشجار طويله from behind خلف there بخلف المنزل بعد ذلك المستشفى المستشفى المدرسة المستشفى 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 فد الطعام at there super market هتكلم عن page 167 test yourself عندي listening مونا where is there أين تكون المدرسة it is it is next 2 مونا شكرا you're welcome العفو بعد كده عندي read and choose the correct answer عايزك تقرأ وتختار الإجابات الصحيحة when and where who is there park where 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 ثم حرف الجري 2 . المستشفى المنكس مقابلين يجب عليها كفى المسخصة متعملة البيض مقابلين المنكس محل تجاري قابلين مقابلين يجب عليهم تمام كده عندي بعد كده المنكة وينزا فولوينج سنتنسز عندي وير ايز زهو سبيتل طبعا وير الدابليو هنا كابيتل وفي الاخر كويتشون مارك تمام وير الدابليو كابيتل كويتشون مارك علامة استفهم لاني جاي اين اي ليف اين افيلتج ناكستو زه نايل طبعا الان بتبقى كابيتل بتاعت زه نايل وفي الاخر فول ستوب تمام وبكده انت هنا من شرح الدرس الاول والتاني من يونت فور من كتاب جيم في نهاية الفيديو تمنى ان هو يكون نال على اعجابكم ما تنساش اضغط لايك ويشترك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته